اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حياة وحرب الذي نصلت الضوء عليه فيه على الواقع الفلسطيني في ظل حرب الابادة التي ينتهج الاحتلال بحق ابناء شعبنا لقرابة العام واثر هذه الحرب على ابناء شعبنا في العديد من المجالات وما زال الفلسطيني يتحدى ويصمد ويرابط على ارضك اليوم نتحدث عن واقع التعليم الذي تضرر بشكل كبير خاصة في المحافظات الجنوبية وانتهاء العام الدراسي والظروف الصعبة التي عيشها ابناء شعبنا في قطاع غزة عدا عن الوضع الصعب جدا للعملية التعليمية في مدارس الحكومة والخاصة ومدارس الوكالة في عديد من مدن الضفة بفعل اقتحامات الاحتلال المستمرة والمفاجئة والاغلاقات والحواجز التي تعيق وصول المعلمين والطلبة والكادر التعليمي إلى المدارس يسعدنا الترحيب بضيفنا هنا بالستوديو الدكتور صادق الخضور الناتق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي أهلا بك معنا دكتور صادق طابة أوقاتك أوقات المتابعين والمتابعة الجميع أهلا بك يعني نتحدث دكتور صادق عن عام من الحرب هذه الحرب الشعواء الشرسة بحق ابناء شعبنا ما زال الاحتلال يضرب الإنسانية بكل أشكال العنف والتدمير والقطاع التعليمي هو من القطاعات الأبرز في وطننا والتي نحارب بها أيضا فنحن نقاوم بالتعليم نقاوم بالاستمرارية ودائما ما يبقى الفلسطيني على أرضه يحارب بكافة المجالات بالتأكيد يعني لعل ما شاهدوا قطاع التعليم على مدار عام يعني شيئا ده له الجبين أنت تتحدث عن 93% من المدارس تقريبا تعرضت لأضرار ما بين متوسطة وبالغة كأبني أتحدث عنا 307 مبنى وبدأهم فيها 442 مدرس قبل العدوان وبالتالي أصلا كان لدينا مشكلة كان لدينا 135 مدرسة صباحي مسائي أما وقد خرجت أيضا تقريبا 290 مدرسة إضافية عن الخدمة هذا الموضوع في اعتقادي يصاعب المهم 130 ألف على مدار عام طالب ما بين جريح وشهيد تقريبا 11 ألف منهم نتحدث عن شهداء البقية جرحة منهم ثلاث طلابات ومن ذوي الإعاقة الكوادر التعليمية سواء في المدارسة أو الجامعات نتحدث عن 500 كادر لدينا أيضا شهداء من طلبة الجامعات 31 مبنى من الأبنية الجامعية من أصل 50 مبنى تتبع الجامعات الموجودة في قطاع غزة وبالتالي نتحدث عن عدوى طال البشر والحجر إنجاز التعبير لكن رغم ذلك بالتأكيد يظل التعليم هو واحد مساحة من مساحات الأمل التي نعول عليه وإذا قلنا الحياة والحرب بإذن الله إحنا تحدثنا الآن عما تسببت به الحرب لكن التعليم كان وسيبقى يعني يعكس عما تعبر عنه الحياة نعم يعني أستاذ صادق نتحدث عن ظروف صعبة عاشة بناء شعبنا خلال العام الدراسي الماضي وهناك دروس وعبر وخطط تم التحضير لها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة الفلسطينية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 وأبرزوا لعله في الضفة تحديدا بما يتعلق بنظام التعليم الوجاهي والتركيز على سلامة الطلبة والكادر التعليمي بالتأكيد يعني كان مبدأنا أنه عايدون للتعليم الوجاهي بشرط كما ذكرت أنت يعني تنفير ضمنات أو مراعاة معيار صحة الطلبة والمعلمين وبالتالي قلنا مركزية المبدأ ولا مركزية الإجراء مركزية المبدأ اللي هو التعليم الوجاهي لا مركزية الإجراء في حال وجود اقتحامات كما جاهدنا في بعض المحافظات اللي باتت تتعرض لاقتحامات بشكل متكرر عدنا للتعليم الوجاهي إن شاء الله يعني إحنا الآن تقريبا يعني أسابيع مضت على بدء العام الدراسي هذا الموضوع بالتأكيد المؤشرات تشيري لأنه هذا المسعى كتب له حتى اللحظة النجاح نحن لا ننكر أن الدوام تعطل هنا وهناك أحيانا لا ننكر ما حدث في جنين ولا في طول كرم ولا في الفوار ولا في الحدبي ولا في الرحية ولا في حارس ولا في بدو الكعابري ولا في شلال العوجة ولا في الساوي اللبن والقائمة تطول لكن رغم ذلك مضون قدما في غزة أيضا كان لدينا خطة هذه الخطة معتمدة من الحكومي لكن كنا في أحاديث سابقا نقول لك عندما ينتهي العدوان لا لم يعد الوضع يحتمل لأننا ولم ننتظر انتهي هذا العدوان باشرنا في تدخلات افتراضية 150 ألف طالب من قطاع غزة الآن ملتحقون بهذه المدارسة الافتراضية قريبا الوزارة ستضع أيضا طلبة غزة في صورة الترتيبات لتمكينهم من عقد امتحان الثانوية العامة لمن لم يتقدم العام الماضي نعم يعني الدكتور صادق تحدث عن تهديات صعبة وواقع أليم جدا وظروف خطرة جدا يعيشها ابناء شعبنا في كافة محافظات الوطن نتحدث عن اكتحامات ليلية نتحدث عن اعتقالات هناك اعتقالات بصفوف الطلبة هناك اعتقالات بصفوف المعلمين ايضا هناك العدوان دائما على المدارس وشاهدنا مرارا وتكرارا اطلاق عيار نارية وغاز مصير للدموع في فترة وجود الطلبة في مدارسهم كيف تتعاملون في وزارة تربية التعليم مع هذا الظرف تحديدا وايضا تعزيز التواجد دائما في المدارس كجزء من المقاوم والصمود على الأرض بالتأكيد هذا الموضوع يعني يرتبط اذا كان هذا الاقتحام او هذا التعدي مساء او فجرا حتى هذا يتيح لنا التعامل معه وفق التعليمات الصادر لمدريات التربية والتعليم واحنا ايضا تركنا المجال لكن الاشكالية هي كما ذكرت ان الاقتحام يتم الطلبة في مدارسه عشنا قبل ايام او قبل يعني فترة يوما صعبا في قباط احنا ما تم احتجاز الفطالي قبل ايضا فترة قريبة في جنيه تكرر المشهد من ضمن طلبة قباطة كان 126 طفل في رياض الاطفال في هذا الاطار ابرز المعطيات انه احنا المعلم يطلع بدور المرشد الحامي الاولي الامر يتخلى عن دوره كمعلم هو يقده حامل الطفل والد للطفل هذا الموضوع الان احنا المعلمين يتولوا دور تعليم ودور ارشادي المرشد التربية وبعض الاقتحامات تحدث لمدارس وحصار لطلاب في مدارس في الشيه مرشد التربية وبالتالي يقوم المعلمون ومدر المدارس بهذا الدور بكل اقتدار على وعلى التواصل مع الجهات المعنية واحنا لازلنا نقول ان المؤسسات الدولية لا زال المأمول ان تقوم بدور اكبر وبعض هذه المؤسسات الاممية تحديدا دورها مش اغاثة ولا تقدم لبرامج تدريب للمعلمين دورها حماية التعليم وبالتالي مطلوب من هذه المؤسسات ان تطلع بهذا الدور وخصوصا ان تتحدث عن عام جاء بعد عوام عجاف يعني هو في فاقد تعليم وهي ليست السنة الاولى من قال بانه الانتهاكات بحق المسير التعليمي هي بدأت مع هنا اقصص الحديث عن الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع التعليمي ليس فقط في اثناء الحرب ولكن من قبل وزادت الفجوة من الفاقد التعليمي نعم انت تتحدث عن خمس عجاف خمس سنوات تحديدا استاذ صادق منذ بدات الكورونا نتحدث عن التعليم بالقدس ايضا الذي تعرض لهجمة شرسة ومازالت مستمرة وانتهج الاحتلال سبل وطرق كبيرة جدا اثناء هذا العدوان واثناء هذا الحرب لشان حاملة شرسة على التعليم في القدس وايضا على الكادر التعليم ثم التضييق على وصول المعلمين للقدس ثم التضييق كان خلال امتحان الثانوي العام ثم التضييق في عدم السماح بتشهيد اي مباني جديد ثم التضييق بعدم السماح بترميم اي ابني قديمي ثم التضييق اكبر على المنهاج واحنا بنعرف ان المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني غير المحرف الاصيل انا بسميه هذا المنهاج تتعرض لضغوط وهي مدارس خاصة تتعرض لضغوط كبيرة من بلدية الاحتلال بهدف ارغامها على استبدال هذا المنهاج مع ان المنهاج دراسة الطالب لمنهاج المعبر عن هويته وعن روايته هو ابسط الحقوق التي كفلتها الاعراف والمواثيق الدولي موضوع استهداف التعليم في القدس هذا قصة مختلفة وهي لم تبدأ مع بداية هذا العدوان المتواصل هي قبل ذلك ولم تنتهي بالمناسبة مع انت هذا العدوان الذي نسأل ان ينتهي اليوم قبل الغد لكن يعني موضوع التعليم في القدس حكاية شرح وهي طول فصولها فصول معناه سواء للمعلم أو للامر للطالب مدارس اللي واقع حتى وفي معناه يعني مضاعفي كلينا نقول الحد الأدنى للتعليم في القدس هو المعناه في معناه اكبر وفي معناه كبيرة هذا يعني وبالتالي حتى المدارس الموجودة داخل اسوار البلد القديمي هذه معناتها مضاعفة يعني لك ان تتخيل تفتيش حقائب الطلاب اعاقة وصولهم تفتيش المعلمين اطلاق القنابل مسل الدموع قنابل الصوت وما إلى ذلك التعليم في القدس مستهدف بشكل كبير ولكن دائما الرهان على صلابة مواقف المعلمين المقدسين وأولياء الأمور الذين شكلوا في اعتقاد حائد صد أمام كل الهجمات التي استدفت التعليم هنا تحدثت أستاذ صادق على واقع يملأه التحدي وشراكة ما بين الحكومة والقطع الخاص والمؤسسات الأهلية وأيضا بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في قطاع التعليم هناك بارقة أمل دائما موجودة ونحن نعيش في هذا الوطن دائما بالأمل سنشاهدوا إياك هذا الفيديو من المحافظات الجنوبية وإياكم مشاهدينا لمبادرة تعليمية من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية الذين حولوا من خيمة نزوح إلى مساحة للتعليم والتدريس ومساحة أيضا للأطفال لتشاركوا وأن يبقوا دائما في مسارهم التعليمية قالت الحرب ما خلتش إشي في المكان أو ما خلتش إشي في البلد أساسا كل المؤسسات التعليمية اللي موجودة في البلد تم تدميرها وحالنا حال باقي المؤسسات فأخذنا قرار أنه بدنا نأخذ الخطوة الأولى كلمنا الطاقم اللي موجود معانا وبلغنا أنه عندنا فكرة واحد اثنين ثلاثة وبدنا نفتح مؤسسة تعليمية على شكل خيمة لنستقطب الأطفال النازحين مجانا والعمل تطوعي من كافة الطاقم اللي موجود عندنا طاقم العاملين فرحبوا جدا بالفكرة وكان عندهم روح المبادرة للأمانة ما حدا قصر ولا حدا توانا لدرجة أنه يقدم كل إشي بيملكه مقابل يعيد السعادة ويعيد الابتسامة للطفل الفلسطيني أنا قبل الحابب شهر قدمت حفل افتتاح أكبر وأحدث رياض أطفال على مستوى القطاع في خان يونس بس حاليا بعد ما دمرت الحرب كل إشي ودمرت أحلام الأطفال بأنهم يعيشوا في بيئة ومكان بيستحقوا إحنا حاليا وصلنا لمرحلة أنه أقمنا خيمة رمزية لتدريس الأطفال رغم كل المعاناة اللي بيعيشوها ورغم كل الضغطات النفسية اللي بيعانوا منها برغم هاي الحال إحنا عندنا المخيم اللي عاملينه للتعليم عندنا خيمتين خيمة تنشيط وترفيه وخيمة تعليمية الخيمة الترفيهية أو التنشيط اللي فيها موسئولة عنها أخصائية نفسية موجودة معانا تتعامل مع الأطفال من لعب رسم تفريغ عن طريق الموسيقى تفريغ عن طريق قراءة القصص يعني هذا شغل أخصائية نفسية إحنا صف ما بنقسم ما بين 40 و40 أو 40 و50 يكون 40 طالب بتعلم و40 أو 50 طالب بلعب أو برسم أو بكتب قصص يعني من المشاكل الأساسية اللي لازم يتموا على جتها بعد الحرب المشاكل الصحية والمشاكل التعليمية هذولا بالدرجة الأولى لازم يكون الاهتمام فيها وإحنا كأهل اختصاص في مجال تعليم الأطفال أخذنا الخطوة الأولى لتسليط الضوء على المشكلة هذي وبدناش إياها تستمر أكتر من هيك صار القرار إنه نبلش من اليوم بدناش نستنى لحد الحرب ما تخلص لأنه عمر الحرب مش معروف إحنا عايشين في وقت المستقبل عنا مظلم مش عارفين لوين رايحين ومش عارفين لمتى الخرب هذي ممكن تستمر عشان هيك اضطرينا إنه نبلش من الوقت الحالي وفتحنا الباب عنا وتم إقبال لكن المخيم اللي إحنا موجودين فيه فيه حوالي 2000 طفل والكراسي اللي موجودة في المكان لا تكفي ل 35 طفل فكيف إحنا اليوم بدنا نوزع الطاقة تاعتنا ونوزع الجهد موجود لكن الإمكانيات مش موجودة وهذا جهد ذاتي هذا اللي إحنا بنقدر عليه أكثر من هيك الموضوع صعب علينا كما شاهدنا وإياكم هذه الظروف الصعبة التي عيش بنا شعبنا ولكن هناك تحديات كبيرة بأبسط ما يكون وبأبسط ما يوجد في الخيام هناك صناعة للأمل وصناعة للتحدي وتحديدا مما تعالى قصد صادق بالتعليم كيف تابعت من خلال هذه المقابلات الإصرار لأبناء شعبنا في قطاع غزة وأيضا هذه المساحة من التفريغ النفسي والبناء على خطة تعليمية حتى في ظل هذه الحالة يعني هذا التقرير أولا يعني القائمين على هذه المفادرات هم يعني ملهمون معطاءون منتوون إنجاز التعبير وبالتالي هذه المفادرات نسجل لها كل التقدير والاحترام وإحنا نتواصل مع كثير منها نوفر ما يمكن توفيرهم من السناد وحاليا عندما عدنا وتبني المدارسة الافتراضية قلنا بأن هذه المفادرات سيتم اعتمادها رسميا في حال تم اعتماد نظام الرزم ثانيا أنت ذكرت موضوع الجانب النفسي الاجتماعي والتقرير عرض تحقيق التوازن بين الجانب التعليم والجانب النفسي لأنه الطالب كتلي من مشاعر لحم ودم ومشاعر هو ليس لن يعود للتعليم بكبسة زر لابد من تاهياته وبالتالي هذه المبادرات هي صحيح يعني احنا نعتقد أنه تحقيق التوازن بين الجانب بين التعليم والنفسي الاجتماعي حتى الصحي جزء لا يتجزأ من منظوم تعادة الأمل لأطفال غزة أيضا نستلهم أنه عندما نسأل أحيانا شو أهم مقاومات خطتك نقول هي إرادة الطالب الغزة اقباله على الحياة إرادة المعلم الغزة يعني هذا التقرير ذكرنا بأنه وأنت تعلم في الأدب أنه بقوله الفلسطيني يعني يعني يستخدم رمز للفلسطيني طائر الفنيق الذي يعود للإنبعاث من بين الركام هذا يعني باختصار فحوى هذه المبادرات التعليمية التي تحدث في قطاع غزة وأنت تتحدث عن عودة الروح عودة الجذوي عودة الشغف بأقل الإمكانيات وهذا هو الفلسطيني دائما ما يسطر نماذج من التحدي والصمود والابتكار تحدث عن نظم تعليمية جديدة في ظل حالة من الفقد والأثر النفسي والإصابات والجوع والعطش والظروف الصعبة بالعودة إلى الواقع التعليمي أستاذ صادق أيضا في جانب مهم جدا مدارس التحدي وهذه المدارس التي عاشت ظروف صعبة واليوم في ظل هذه الحرب وحكومة يمينية متطرفة سمحت للمستوطنين بالهجوم على هذه المدارس بسرقة الأراضي بتحويلها بمراعي وما زالت وزارة تربية التعليم العالي والحكومة تدعم بشدة وتحاول حماية هذه المدارس كيف عملتم على تأمين هذه المدارس وإعطائها مساحة من الأمان خاصة الطلبة في تنقلاتهم في المناطق البدوية والتجمعات بالتأكيد الوزارة في هذا الإطار يعني تعتبر مدارس التحدي جزء لا يتجزع مرسل التلوطني والأخلاقي قبل أن يكون ذلك جزء من مسؤولية التلوظيفية لدينا مدارس تحدي صحيح العام الماضي شهدنا هجم شرس على مدارس مثل راس التين وعين سامي وبزيق وأيضا جب الذيب في بيت لحم لكن إحنا نواصل هذه المدارس منها مدست بدو الكعاب التي تعرضت مؤخرا لإعتداء كان هو الأقصى ونجميع شاهد المشاهد عندما أصيبت أربع معلمات تم اعتقال مدير نحاول أولا توفير برامج إسناد لهذه المدارس نحاول توفير أيضا مرشدين تربويين ففرق الدعم النفسي تتوجه لهذه المدارس تأمين المواصلات بعلما أن معظمها تخدم سكان من التجمعات البدوية رسالتنا في وزارة التربية ونحن نتحدث عن الأمل والحياة أنه يعني حان الوقت لتنبت البادية جرداء الأجيال بدل الأشواك هذه رسالتنا باختصار في إطار هذا المسأل حاول توفير كل ما من شانه إسناد هذه المدارس دعني في هذا الإطار أشير لأنه العام الماضي كان لدينا 131 مدرسي أصلا اضطرت للدوام بعد العدوان لتداوم إلكترونيا بالكامل لمدة ثلاث شهور ثم عدنا بعد ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني لنعيد الدوام اللي كان مدمج في حين لكل المدارس لكن في 11 مدرسي لم نتمكن بأي حال من الأحوال أن نعود لها وجهه نظل إلكتروني بالمرة لأنها كان تقع هذا العام كان قرارنا أنه ولا مدرسي تعمل بنظام التعليم المدمج لو اضطرنا للرجوع وجاهي وهذا ما كانوا 11 مدرسي مداومي هذه المدارس عزدنا تدخلاتنا فيها وبالتالي الرد هو هنا في اعتقادي أنه أبلغ رد هو انتظام المسيري ويعني بعيدا عن الشعرات والتنظير من هذه المدارس مثلا مدرس بيت عنون من تقريبا من منطقة الخليل نتحدث عن مدارس في الريف الشرق لبيت لحم هذه المدارس عادت من تضام الدوام فيها نسأل الله أن يتتواصل حال على هذا النهج لنستطيع إكمال العام الدراسي لهذه المدارس اللي هي أيضا موضوع قائمة أولوياتنا لبرامج الدعم والإسناد النفسي والاجتماعي نعم دكتور صادق نستمر وإياك في هذه الحلقة وتحديدا بما يتعلق في الحرب الشرسة التي ينتج الاحتلال وإسراره على التضييق الاقتصادي والمالي على الحكومة والقطاع التعليمي من المتضررين المعلمين الموظفين من المتضررين حتى أهالي الطلبة الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب وهنا أريد أن أسأل عن خطط بديلة لمواكبة الظروف التي يعيشها المعلم والكادر التعليمي ومما يتعلق بسهولة الحركة هل هناك كان خطط لإبقاء بعض المعلمين في محافظاتهم في مدنهم وتقليل موضوع الحركة وأنت تتابع اليوم في الأزمات والحواجز التي تغلق فجأة وعدد من المعلمين الذين يمنعون من الوصول من محافظة إلى أخرى أو حتى في نفس المدينة ذاتها يعني تكاد تكون هذه السنة هي الأعلى تاريخيا في النقل اللوائي بين المحافظات لدينا مشكلة حقيقية مثلا إذا تعدتنا عن مدرية أريحة الطباص يعني يوجد عدد كبير من معلمي أريحة هم من محافظة الطباص وبالتالي التنقلات اللوائية هذا العام هي من الأعلى راعت هذا البعد لم يتم الاتزام بالمعايير لجأن الحلول المؤقتة مؤقت لا أقصد أسبوع أسبوعين إلا سنة يعني وبالتالي على أمل أن الوضع يكون يتغير على وعلى كل ذلك التنقلات الداخلية داخل كل مدرية راعت هذا البعد على وعلى كل ذلك يعني إحنا حرصنا قدر الإمكان على أنه تكوين مدارس العناقيد توفير المراكز التعليمية بشكل مبكر ووجهنا تعليماتنا أنه في حال تعطل الدوام اليوم مثلا السبت الذي يليه يعني أي سبت قادم بعد أي يوم تعطيله يوم تعويض مباشرة حتى لا يكون لدينا تراكم في الأيام اللي بتضيعه على الطلاب اتخذنا هذه الخطوات اتخذنا خطوات أيضا لإسناد المعلمين الجميع تابع وتساءل لماذا وزارة التربية موضوع الأقصاط الجامعية قلنا لأنه لدينا صندوق تكافل لا يوجد فيه واستفاد من هذا الموضوع حتى الآن 3300 معلم وهذا الموضوع في اعتقادي أيضا رسالة مضون قدما يعني رسالتنا في وزارة التربية وعبر هذا البرنامج نوجه رسالة للقطاع الخاص بأن تبنوا مبادرات للتخفيف على كاهل معلمين وموظفين لأنه إحنا الآن يعني الجميع يجب أن يحمل موضوع الاستحقاق التعليم اللي أنا قلت التعليم اللي هو جاهي من اللي يدوم اللي هو أول ناس علي ذلك لكن هذا الموضوع استحقاقاته استحقاقاته مش فقط على وزارة التربية ووزارة المالية على القطاع الخاص على الكيان المجتمع بشكل عام على تعاون أولياء الأمور إحنا في بعض العوام نشهد أنه لا مبلاء من مالي الأمر وبالتالي إحنا لا نطلب لا نريد ولي الأمر أنه تغيرت النظرة لولي الأمر أنه بدناها للتبرعات نريده داعي شريك في العملية التعليمية ويتابع حضورنا هنا أريد أن أختم بهذه الرسالة أستاذ صادق أنه نوجه رسالة للأهالي وللطلبة من خلال شاشة تلفزيون فلسطين بما يتعلق بالعام الدراسي والتزام الأهالي والطلبة بموضوع التعليم الوجاهي مشاركتهم الهامة جدا أيضا في الشراكة ما بين القطع الخاص والحكومي وأيضا نحن دائما ما نتحدث أنه الأهالي هما اللجنة الأساسية نتحدث عن عديد من لجان أولياء الأمور في المدارس والتي بيكون لها بصمة مهمة جدا وأيضا تأثير بالتأكيد يعني دعني أبدأ أنه من قناعاتنا أنه وصلنا لقناعات التعليم الإلكتروني لا يصلح وإن صلح لا يصلح لبعض المراحل وإن صلح لا يصلح لبعض المباحث للتأسيس تحديدا هذه قناعات الصفوف الأولى للتوجيه الفيزيو والكيمو والمباحث العلمي الرياضيات اللغة الإنجليزية وبالتالي انطلاقا من هذا المضوع إحنا عدنا للتعليم الوجهي لكن هذا يتطلب تضافر جهود الجميع الأحداث دائما أنه اليوم اللي موجودين فيه قد لا تتاح لنا فرصة نستثمر كل يوم متاح للتعليم دور ولي الأمر متابعة أبناء ورسالهم إسنادنا في هذا الظرف الصعب رسالتنا للكل والقوى الوطنية أنه استثنوا التعليم من أي ضراب أو إحداد فليكن ذلك نهجا لأنه عدنا رسالتنا للطلاب هي عشقين طلاب الضفة الغربية سندونا والتزموا إحنا نسعى لتوفير كل ما من شأنه سلامتكم أمنكم وتوفير التعليم رسالتنا للطلاب غزة وعدناكم وها نحن نفي بالوعد بأنه إن شاء الله سندمج عامين دراسيين هذا العام في عام واحد لن يضيع العام الدراسي الماضي أي التوجيهي أنا وأكد لك أنه في غضون شهور سيعقد لمن لم يتقدم العام الماضي كل هذه الأمور ورسالتنا أنه إحنا أيضا يعني معنيين إن شاء الله بإعمار ندرك أنه إعمار ما تهدم من بني تحتية قد يسترق سنوات لكن إعادة الروح إعادة الأمل هذه فقط تريد قناعات بأننا قادرون إن شاء الله على المضي قدما وإحنا بالتأكيد نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلة هذا النهج وهذه هي يعني ما يتقاطع اسم هذا البلد نحن أستاذ صادق نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلة وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة دائما ما نتحدث شو مكانت الظروف التي عيشها بناء شعبنا الفلسطيني دائما صامت كشجر الزيتون ورسالة دائما من التعليم وأيضا في عديد الجهات هو أننا سنحرر هذا الوطن وإن شاء الله سترفع الأعلام الفلسطينية على المقدسات وعلى المدارس وعلى كل المدن الفلسطينية إن شاء الله شكرا وأنا لا أنسى يعني ختم هذا اللقاء نوجه التحيي والتقدير والامتنال لكل معلمين ومعلماتنا القابضين على جمر الوفاء هم سدنا للحلم هم حمال الجيل وهم باعثوا أمل إن شاء الله هذه الأركان الثلاثة في اعتقادي تجعل المعلم الفلسطيني دائما في طليعة معلمين نعم كل شكر لك دكتور صادق لخضور ناطق رسمي باسم مزار التربية والتعليم العالي على تواجدك معنا في هذا اللقاء مشاهدين نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من حياة وحرب الرحمة دائما لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواس نلتقوا إياكم بحلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة